قلنا الاهلي مش هيسيب كهربا بعد المستوى اللي كسر بالدنيا فيديو النهاردة عايزكم تشوفوه لان هنتكلم فيه عن اخر مستجدات كهربا والغرامة وقضية كهربا هنتكلم عن جلاتنبرج والتحكيم وبعد مغادرة جلاتنبرج اللي حصل والتحكيم والمستوى الكرة في مصر هنتكلم على اول قرار لقسامة لبيه واحمد فتوح راح فين وعبدالله السعيد مع الزمالك ولا حلقة داسمة 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 فارب تشوفوها الاخر وارب تعجبكم المهم قبل ما نبدأ الحلقة كالعادة او نبدأ الفيديو كالعادة نصلي بنا على سبنا الحبيب اللي بذكره والقلوب تطيب اللهم نصلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله ويلا بنا نبدأ الفيديو واول موضوع ازمة كهربا اللي انا واسق فيه ان كهربا ازمته بتنحل على اي اسعدة خلاص النادي الاهلي كهربا رسمي متمسك به بعد تمسك كولر بمحمود عبد النعم كهربا وقريبا سواء المحكمة بها المدفع المبلغ كامل او بالتأسيط ده اخر اخبار من النادي الاهلي ان النادي الاهلي هيدفع غرامة كهربا رسميا سواء اللاعبة هيتحمل جزء سواء النادي الاهلي المهم سواء قصد سواء كاش فكهربا رسميا قضيته ان شاء الله محلولة لانه بالفعل يا جماعة محمود عبد المالي من كهربا هفضل اقولها موهبة كبيرة وموهبة هو اللي عمل في نفسه كده يعني هو كان ممكن يخرج بطريق اشيك من كده يا جماعة لازم نحترم عقدنا خلص عقدك وتشروح النادي اللي انت عايزه المهم خلصت على خير ومحمود عبد المالي من كهربا رسميا خلاص مع النادي الاهلي والغرامة بتتدفع وده اخر المستجدات بالنادي الاهلي بعد تصراحات الكابتن عادل القيعي اللي قال فيها ان خلاص موضوع محمود عبد المالي من كهربا في الطريق لانشاء الله للحل طبعا جلاتنبرج انا بسألكم يا جماعة بعد جلاتنبرج جلاتنبرج لما سابت التحكيم هل انتوا شايفين يا جماعة التحكيم المصري بغض النظر احنا ملناش نغلط في حد يعني مستجدات المرتفعة منصير والتصراحات وهمشيكوا الكلام اللي تسمعنا ده كله ما احترام لك باسم نات الزمالك ولك برئيس نات الزمالك يا جماعة يا جماعة اطلع اتكلم ان فيه اخطاء لكن لا نشكك في حد وضمار حد لان ربنا اللي اعلم بها فلا تسب ولا تغلط ولا تجرح سواء الاهل او الزمالك يعني ما احترام شايفة التحكيم بتاعنا بالاسم بالاسم الاهل على قناة الاهل وعلى قناة الزمالك ده قاعد يعترض وده قاعد يعترض ده قاعد يتكلم على التحكيم وبعض الحكام بالاسم بالاسم ضد النادى الاهل والنادى الاهل التحكيم موجه لخسارة النادى الاهل تروح للزمالك تلاقي التحكيم نفس القصة اسامي بالاسم والتحكيم بيساعدنا دهلي ده عمره ما يبقى مناخ رياضي لانه ما عندناش راجل انا اسف احنا ما عندناش راجل قوي يقدر يمسك المنظومة صح يمسكها عافية يطلع كده يكون ضكر فعلا ضكر ويطلع لأهل ولا زمالك ولا بيعرف في الألوان عنده عام ألوان الكلام هيمشي على الكل والحكم اللي يغلط غطأ سازج يتقدب والفار لازم يصور صح والتسوير صح والكاميرات صح المنظومة كلها لازم تدجدش احنا ما عندناش رياضة يا جماعة وافهموا ده كله بيزنس في هنا ولا هنا كله ما احترام الشايدة وتحس ان الاشخاص معانا لازم تطلع تهلل وتشتم وتسب وما فيش كبير لها لكأن الناس الشعب المصري مكتوب عليه يتشغل بالناس دي اكتر ما هو مشغول بحاله وبأكل عيشه ان الناس اللي تشغله تهون عليه شوي فاللي بيحصل ده انا شايفه مسخرة انا اسف بالتشبيه سمحوني لكن اللي بيحصل ده في وسط غير رياضي لازم تحكيم قوي لا يفرق بين اهل وزمالك اساسا يا جماعة لازم حاليا على الاقل يكون فيه الفار اجنبي الفار لازم يكون اجانب لحد ما يبقى عندنا تصوير حلو وكاميرات حلوة واخراج حلو عشان تشوف الكرة صاح وبعد كده واحدة واحدة يبدأ التحكيم اجنبي اجنبي لحد ما شخصية الحكام المصريية تتعدل تجيب حكام كده جسما وطريقة وشخصية وكارزمة كل حاجة تعملها لكن ما احترامي بغض النظر جلاتين برجو انا مضافش حاجة يا جماعة بغض النظر كان موجود او غير موجود انا مش هدفش حاجة جديدة انضافت بالعكس اكتر ناديين استفادوا من الاخطاء الاهل والزمالك ده فئة اندية بتنزل يا جماعة ومع ذلك بيطلعوا يشتموا كل واحد عايز تحكيم تفصيل على قده لا 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 الكلام ده ما ينفعش شوف الدور السعودي يعني مين اقوريني لو انت مين اطلع تكلم لا رئيس نادي يطلع يسب في دولة يقول الفاظ شوف الدور السعودي هيبقى دورة رقم واحد يمكن في المنطقة وبقرأ تشوف يمكن من اقوى دورات كمان هينافس دورات اوروبا هتشوفوا ليه لان في منظومة في احترام في كبير عندهم في السعودية عندهم كبير الناس تعودت على الاخطاء والناس بتتكلم لاني لا عقاب وما من امن العقاب اسئلة ده كله بيطلع يسيب في كله وكله بيطلع يشكك في كله المنظومة خرب عشان كده لو صلنا كاسعالم ولا هنوصل كاسعالم ولا عندنا دور فيه لعيبة صح ولا شفنا لعيبة مواهب ولا شفنا اي حاجة يا جماعة الموضوع في مصر بيزنس فقط لغير فموضوع التحكيم سواء موجود جلاتين برج مش موجود لا انا عايز واحد راجل يمسك التحكيم ويطلع ما يهموش من الاهل والزمالك يطلع يقول انا ما بخافش غير من ربنا وهقول كذا وهقول كذا والحكم اللي يغلط يطلع يقول غلط ويتأدب عادي تمام لا الفقارات برضو مؤسرة والفار المهم من المنظومة كلها قولنا تدجدش فجلاتين برج احنا اساسا ضد غلط اي حاج سواء المستشار المرطلة منصور غلط لا غلطان احنا ضد الغلط وضد التجريح وضد الإساءة وضد اي حاجة ده راجل كان جاي يمسك عندنا المنظومة مش اليه هتضغط عليها واتضغطش كلام الجاي ده هتبن شاء لجلاتين برجس هي بقساب الالتحاد وتقدم استقالته ليه طبعا عرفت ان جزوالدوفريرا خلاص ناد الزمالك عايز يعمل له حفلة يضحك عليها فيه يعني بأمانة كده كروته مع انه راجل برضو ايدي ناد الزمالك وعمل ناد الزمالك فالمفروض ياخد الغرامة ياخد طبعا انت فسخت العقد له خمسمائة الف دولار ومتين وخمسين متأخرات يعني له سبعمائة وخمسين الف طالما انت في نهاية العقد المفروض نطلع احنا برضو نحترم عودنا تفضل يا باشا دفلوسك وجزاك الله خير على الفترة اللي عملتها وكل الشكر ليك على الفترة اللي انت عملتها ده المفروض الأصول تحصل او على الاقل واحدة واحدة تتفاوض معاود كلام تبسيب ونسيب الراحل بالأصول وافق شكرا ما وافقش ده حقه عايزين فيه فرق بين الحق انك انت تتنازل عن حقك بمزاجك وما بين انك انت بقى تطلع تضغط عليه فموضوع وطبعا انا ضد اي حد اي حد ده جماعة واللي بحصل في ناد الزمالك والقناة نزل ناد الزمالك ده انا ضده مع انها زمالكوي والزمالكوي متعصب بس انا ضد الالفاظ وضد قناة الزمالك تقعد ليل النهار هززين رؤوس دول ما ينفعوش يا جماعة وربنا المنظومة ما هتنفع يا جماعة قناة ناد الزمالك ضد ناد الزمالك مش مع ناد الزمالك قسما بالله انا بقولها والارزاق على الله ده وجهة نظري لا مع عسين ولا مع صاد انا مع المصرشان مرتلع منصور في بدايته ومعاني الاخر لكن ضده اسلوبه نهائي نهائي اه عمل لنادي الزمالك انجازات مباني انشاءات بطولات عمل واقدرش انكر لكن انا ضده في الاسلوب ضده في الصيغة ضده ان القناة كل يوم يطلع فيها ضده في الشتيمة ضده في الصوت العالي ضده في الالفاظ ضده في التعبيرات ضده في كل حي انا ما بطبلش بس بقول قناة ناد الزمالك اول حاجة ضد ناد الزمالك انا اسف يعني القناة دي لازم تتفور من جديد وفي بعض البرامج على قناة الناد الزمالي لازم تتعدل لازم في بعض الاحترافية يا جماعة لازم الناس تطلع تتكلم في القرى فقط لغير الناد الزمالك مالوش ضعب الزمالك ولا الزمالك لو ضعب الاهل وحتى لو لهم بعض بالاحترام نتكلم كورة الناد الزمالي نستفد منه عنده لعيبة كذا كذا عنده روح كذا كذا متعلم من بعض الزمالك عنده لعيبة هو دي الكورة يا جماعة هو ده الاحتراف هو دي الاحترام نتعلم من بعض مش نطلع نسب مفيش لف دوري سعودي ولا دوري المغرب وعدونا شوف السعودي عامل ازاي نار نار وشرار لكن احنا ما عندناش دوري ولا بلاش نغلط المهم فطبعا جزوالدو فريرا خلاص رسميا ونتهى خلاص وكابتل أسامة نبيه وطبعا اول قرار لكابتل أسامة نبيه قاله انه خلاص هيرجع عشان يلعب كل اللعب في مكانه انا ما اعتبرش ده قرار دلس صح ان كل اللعب يلعب في مكانه علشان اقدر اقيمه واقدر اقول عليه درقته ده ينفع وما انفعش ولازم بسرعة نتغرب اللعب اللي ملاش لازم تمشي الحق بيعه نادي الزمالك خسر كتير من الصفقات بتاعته نادي الزمالك صفقات كلها تلعت بومب فشنك ما شفناش حاجة محترام الشديد يمكن الدورة لمصر ما فيش فيه لعيبة كتير لكن نادي الزمالك كان ممكن يعني عبدالله السعيد لأ احتاجه واجيبه وبيع عندي كذا لعيب بس اجيب عبدالله السعيد لانه دماغ ومخ هيفدني نادي الزمالك بيلعب بدون دماغ لو بصينا اللي جاء لكم وبعد كده مش قام فترة القيد عمر كمال عبدالواحد انت محتاجه بكرايت جبت عمر جابر المهم مش هفضل كل يوم هاتف اللعيبة اللي جابها نادي الزمالك المهم ده كأول قرار وعبدالله السعيد المفروض نادي الزمالك يخلصه بسرعة بعد ما سمعنا نؤكدنا انه هو عنده رغبة ان يلعب لنادي الزمالك ففرصة بسرعة فاضل كم يوم على هناير عبدالله السعيد هيفيد هيتطلع نادي الزمالك فلازم يكون وطبعا برضو من ضمن الاخبار يعني احمد فتوح يا جماعة احمد فتوح بعض اللي حصل وكرسي بالكلوب المستشار مرتالة منصور يا جماعة لا دين ولا دنيا ولا اي حد يطلع يشهر باي بنا ادم دينا واخلقنا والقيم بتاعتنا ما ينفعش يطلع اقول ده حشاش ده بياخد ده حتى لو بيعمل ده لو بيعمل فرضا اسطر عليه دينا بيقول كده فالوقت يتحطم معنويا عبدالله جمعة رجع وتأسف وانا عارف انه مقبر انه يتأسف احمد ابو الفتوح احمد فتوح رجع ورافض انه يطلع لانه فيه حاجة فمحترامي ده حرية شخصية والمفروض رئيس نديك يقويك مش يكسرك طبعا دي بعد الاخبار اللي النهاردة في الفيديو فطبعا النادي الاهلي ما يستعد لسفره لكاس العالم للاندية وزي ما قلنا النادي الاهلي انا واثق انه هيلعب ريال مدريد وقلت فيديو فات ان الاهلي وريال مدريد لا محالة هيلعب اوكلاند وسياتل فرقتين سهلين جدا اوكلاند طبعا نيوزلندا الاهلي هينشايلوا سياتل ممكن يلعب شواء مع الاهلي لكن بدنيا هم فرقة عالية لكن الاهلي بخبراته واللعيبة لعبت في مواقف كتير فالمهم الاهلي وكاس العالم الاندية التوقعوا قريبا الاهلي وريال مدريد هنحلل البطولة النهاردة كنت بعض الاخبار الخفيفة كده اللي هي عالساحة فتمنى الفيديو يعجبكم شيروه وشكرا لكل واحد اشترك في القناة بشكركم جدا انتوا على راسي وانا مع الناس المحترمين كل واحد يشاهد الفيديو واشترك انا عند الواحد بمليون تاني لان احنا لا مع سين ولا مع صاد احنا في الحياد وبنتكلم كورة بس وضد اي تجاوز